في هذه الحلقة بنفس الاتجاه لست في مقام المحاججة مع أحد إنني أريد أن أستعرض بقايا حقائق ديننا عند الأولين مر الكلام في الحلقة الماضية في أجواء كتب اليهود والنصارى وليس للمحاججة معهم وإنما لكشف حقيقة من أن حقائق ديننا تتعرض للحرب وللتحريف والإبادة منذ زمن بعيد الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الخامس عشر من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هناك نص نقله المجلس عن كتاب معروف هو هو مقتضب الأثر في النص على الاثني عشر لأحمد ابن محمد ابن عياش من علماء الشيعة المعروفين مقتضب الأثر في النص على الاثني عشر لأحمد ابن محمد ابن عياش نقل رواية طويلة مفصلة عن الجاروت ابن المنذر العبدي ممن عاش في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلم على يدي رسول الله الرواية طويلة تبدأ من صفحة مئتين واحد وأربعين وتنتهي في صفحة مئتين وسبعة وأربعين عند نهاية صفحة مئتين وسبعة وأربعين الرواية طويلة أنا سأذهب إلى موطن الحاجة منها الجاروت ابن المنذر العبدي شخصية عربية كانت معروفة في الجاهلية وقدم على رسول الله مع قومه وأعلن إسلامه وحدث النبي صلى الله عليه وآله بحديث قس إنه قس ابن ساعدة الإياد هذا الذي يضرب المثل بخطابته وفصاحته وبلاغته فيقولون أخطب من قس وأفصح من قس أخطب من قس قس هذا ربما عد في الأنبياء أو عد في أوصياء الأنبياء قس هذا كان على الإيمان بالله اختلف في تشخيص شخصيته هل كان نبيا أم هل كان وصيا بالنتيجة كان من أولياء الله في الزمن الجاهل الجارود ابن المندر يحدث الرسول فيقول أقرأ من صفحة الخامسة والأربعين بعد المائتين يا رسول الله إن قس كان ينتظر زمانك قس هذا كما قلت لكم كان يعيش في الزمن الجاهلي يا رسول الله إن قس كان ينتظر زمانك ويتوك إبانك يتوك يترقب يراقب وإبانك بداية وقتك بداية بعثتك يا رسول الله إن قس كان ينتظر زمانك ويتوك ويتوك إبانك ويهتف باسمك وأبيك وأمك وبأسماء لست أصيبها معك لست أصيبها معك يعني ليس من أصحابك فقس كان يذكر اسمك يا رسول الله ويذكر اسم أبيك وأمك ويذكر مجموعة من الأسماء لست أصيبها معك ولا أراها في من اتبعك قال سلمان سلمان الفارسي فأخبرنا أخبرنا يا جارود يا جارود أخبرنا فأنشأت أحدثهم الجارود يقول فأنشأت أحدثهم ورسول الله يسمع والقوم سامعون واعون ملتفتون لما أقول قلت يا رسول الله لقد شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد فهو إيادي هو قس ابن ساعدة الإياد يا رسول الله لقد شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد الأندية الأمكنة المفتوحة التي يتجمع فيها أهل القبيلة أهل البلد شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد إلى صحصيح ذي قتاد الصحصح هو الصحصيح الأرض المفتوحة المنبسطة إلى صحصيح ذي قتاد والقتاد نوع شجر له شوك قوي ولذلك يقال من أن الأمر الفلانية أصعب من خرط القتاد القتاد شوك شديد إلى صحصيح ذي قتاد وسمرة وعتاد السمرة السمرة نوع من أنواع الشجر خرج إلى الصحراء نوع من أنواع الشجر من النبات الطبيعي الذي ينمو في الصحراء شهدت شهدت قساً خرج من ناد من أندية إياد إلى صحصيح ذي قتاد وسمرة وعتاد العثاد ما يعتد به ما يعتد به في ذلك المكان الذي تنتشر فيه تلك الأشجار وقد يطلق على السلاح وقد يطلق على ما يحتاجه الإنسان من مؤونة في حياته وهو مجتمل بنجاد النجاد هو حمائل السيف وهو مجتمل بنجاد فوقف في أضحيان ليل كالشمس أضحيان الليل يعني في ليلة مضيئة النجوم ساطعة والبدر بازغ في أضحيان ليل كالشمس رافعا إلى السماء وجهه وأصبعه يؤشر باصبعه فدنوت منه فسمعته يقول اللهم رب هذه السبعة الأرقعة وصف للسماء إنه يتحدث عن السماوات السبع اللهم رب اللهم رب هذه السبعة الأرقعة والأراضين الممرعة الممرعة إنها المخضرة وبمحمد والثلاثة المحامدة معه الباقر والجواد والقائم صلوات الله عليه وبمحمد والثلاثة المحامدة معه والعليين الأربعة المرتضى والسجاد والرضى والهادي وسبطيه التبع وفي بعض النسخ وسبطيه النبعة هنا خلل في بقية الكلمات والأرفعة الفرع والسري اللامعة وسمي الكليم الضرع وفي المصدر أيضا والحسن ذي الرفع أولئك النقباء الشفعة والطريق المهيعة درسة الإنجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل محات الأضاليل ونفات الأباطيل الصادق القيل عليهم تقوم الساعة وبهم تنال الشفاعة ولهم من الله فرض الطاعة ثم قال قس يقول كما ينقل الجارود ابن المنذر ثم قال اللهم ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحياي ثم أنشأ شعرا ثم آبى يكفكف دمعه ويرن رنين البكرة وقد برئت ببرات وهو يقول البكرة هي الوسيلة التي يلف عليها الحبل لرفع شيء وهو يقول أقسم قس قسم ليس به مكتتم لو عاش ألفي سنة لم يلق منها سأما حتى يلاقي أحمدا والنقباء الحكم هم أوصياء أحمد أكرم من تحت السماء يعمل عباد عنهم وهم جلاء للعمى يعمل عباد عنهم أو يعمل عباد عنهم وهم جلاء للعمى ليس بناس ذكرهم حتى أحل الرجم الرجم هو القبر فإني دائم ومستديم بذكرهم ولذكرهم الرواية طويلة بغض النظر عن كل التفاصيل في الرواية الطويلة من أولها إلى آخرها هذه الرواية تتحدث عن العصر الجاهلي وتتحدث عن قس ابن ساعدة الإيادي حديث عن الأئمة الاثني عشر حديث عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي وربما أريد بالأرفعة الفرع ربما أريد بها الزهراء أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل الرواية طويلة وبحاجة إلى مناقشة كل الذي أريد أن أشير إليه وأريد أن أقوله من أن الكلام هذا من العصر الجاهلي وهذا ذكر لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي مر علينا في كتب اليهود والنصارى ماذا كان يقول قس بن ساعدة الإياد أولئك النقباء الشفعة والطريق المهيعة الطريق الواسع المنبسط درسة الإنجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل هناك ارتباط فيما بين هذه الأسماء وبين ما جاء عند بني إسرائيل في زمان التوراة أو في زمان الإنجيل درسة الإنجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل هذه الكلمات تشعر بأن قسا هذا كان على الديانة المسيحية وكان وليا من الأولياء العظام قلت لكم قبل قليل اختلفوا في شخصية قس وليس البرنامج للحديث عن قس الإياد إنما أردت أن أعرض لكم هذه المعلومة المهمة ولا أريد أن أحتج بها على أحد هذا استمرار لما مر من حديث وكلام في الحلقة الماضية وأنا أعرض لكم بعض المعطيات من كتب اليهود والنصارى فهذا شيء مما كان في بلاد العربي قبل الإسلام وفي زمن الجاهلية الجهلاء نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في ذاك قال قول الله عز وجل ولنبلو النقل يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانه والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ومن آثار حقائق ديننا دين علي وآل علي في كتب اليهود والنصارى إلى العصر العربي الجاهلي سنذهب إلى السقيفة بني ساعد أهم كتاب عندهم صحيح البخاري وهذه القضية لا تحتاج إلى كلام طويل فهم دائما يرددون من أن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله صحيح البخاري هذا هو صحيح البخاري وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى ألفين وأربعة ميلاد البخاري توفي سنة ميتين وستة وخمسين للهجرة وهذا كتابه هو الكتاب الأول عند أتباع السقيفة بني ساعد طبعات الكتاب كثيرة وكثيرة جدا هذه طبعة من الطبعات طبعة دار صادر بحسب هذه الطبعة صفحة ألف وميتين وأربعة وسبح الباب الثاني والخمسون غريب هذا الباب تركه من دون عنوان ربما البخاري وضع له عنوانا ولكن القوم بعد ذلك حذف العنوان الكتب محرفة كتب السنة محرفة وكتب الشيعة محرفة التحريف موجود موجود في كتب السنة وموجود في كتبنا كما أنه موجود في كتب اليهود وكتب النصارى التحريف التحريف موجود في كل الكتب بشكل عام هذا الباب من دون عنوان إما إما أن البخاري تركه من دون عنوان حتى لا يكون لهذا الباب من أهمية وإما الذين جاءوا بعد البخاري رفعوا العنوان صفحة 1274 الباب الثاني والخمسون الباب الذي قبله وهو الباب الحادي والخمسون له عنوان باب الاستخلاف والباب الذي بعده له عنوان وهو الباب الثالث والخمسون باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة لا شأن لنا بهذه الأبواب حاجتنا عند الباب الثاني والخمسي الذي هو من دون عنوان ذكر فيه هذا الحديث البخاري بسنده عن عبد الملك سمعت جابرة ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنى عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها صدقوني في نسخ الإنجيل المعتمدة المعتمدة عند علماء الإنجيل عند علماء الديانة المسيحية النسخ التي هي قد ترجمت من النسخ القديمة للإنجيل النسخ القديمة للإنجيل التي هي باللغة العبرية لا وجود لها فيما بيننا بحدود علمي وإنما أقدم نسخ الإنجيل هي باللغة اليونانية بحدود علمي أقدم نسخ للإنجيل هي باللغة اليونانية وأفضل الترجمات لها هي الترجمات باللغة الإنجليزية ما قرأته عليكم من مقطع من توراة موسى من كتاب العهد القديم من أن إسماعيل سيلد إثني عشر رئيسا صدقوني في النسخ الإنجليزية المذكور إثنى عشر أميرا نصنا كذا إثنى عشر أميرا إذا أردت أن أترجمها إلى اللغة العربية إثنى عشر أميرا ولا توجد ترجمة أخرى لها لو كان عندي وقت لجلبت لكم مختلف النسخ من التوراة والإنجيل باللغة العربية باللغة الإنجليزية وقارنت لكم بين النسخ وبين الترجمات وشخصت لكم مواطن التحريف وقد فعلت هذا في برامج سابقة هي موجودة على الشبكة العنكبوتية لكن البرنامج لا يتحمل هذه المطالب فهذه المطالب بحاجة إلى وقت طويل أعود إلى صحيح البخاري جابر ابن سمرة يقول سمعت النبي يقول يكون اثنى عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها جابر يقول فقال أبي سمرة يقول لولده جابر فقال أبي إنه قال كلهم من قريش بالنتيجة هناك حديث عن اثني عشر أميرا وهؤلاء كلهم من قريش من هؤلاء أنا لا أريد أن أحتج على أبناء سقيفة بني ساعد لا شأن لي به أنا أقول هؤلاء الاثنى عشر كتب اليهودي كتابهم المقدس تفاسير النصارى تتحدث عنهم وتحاول بشتى الطرق أن تضيعهم قس في الجاهلية يتحدث عنهم وتجري دموعه لذكرهم ها هم موجودون في أكثر الكتب عداء لمحمد وآل محمد إنه صحيح البخاري كتاب التدليس والتحريف والنصب والعداء لمحمد وآل محمد ومع ذلك ما استطاع أن يتجاوز هذه الحقيقة أنا لا أهتج على أحد منهم لا شأن لي به أنا أبحث هنا مثل ما قلت لكم ذني أحواجاتنا وغرضاتنا اللي تفرهدا فرهدوه لا شأن لي به لكن اجمعوا اجمعوا هذه المعطيات اجمعوها اجمعوا هذه البقايا من الآثار علماء الآثار يكتبون تأريخا طويلا عريضا من بقايا خزفيات قد قد تكسرت يجدون رقوما طينية هم لا يعرفون قراءتها وإنما يضعون احتمالات منطقية لمضامين تلك الرقوم ويخرجون منها اشعارا ملحمة قلقامش من اين جاءوا بها هل كتبت باللغة العربية مثلا ام كتبت باللغة الانجليزية مثلا ام كتبت باللغة الهندية مثلا بأية لغة كتبت ما هي اللغة التي كان يتحدث بها قلقامش ما هو الدليل على ان اسمه قلقامش انها طريقة بحث وتنقيب في الاثار اوصلت علماء الاثار الى هذه النتائج هذه البقايا المتبقية من اثار حقائق ديننا واضحة اوضحوا من اثار الرقوم الطينية اجمعوها اجمعوها مما ذكرته لكم في كتب اليهود في كتب النصارى في العصر الجاهلي ما اخذته مثالا من كلام قسن الاياد ما هو موجود هنا عند البخاري في صحيحه الذي ما هو بصحيح هم يقولون صحيح البخاري جابر ابن سمر ينقل عن النبي سمعت النبي يقول يكون اثنى عشر اميرا وابوه قال له من ان النبي قال كلهم من قريش من هؤلاء نحن لا نريد ان نعرفهم من خلال اهل البخاري نحن نبحث عن امور ترتبط بنا لا شأن لنا بما يقول البخاري البخاري ترك الحديث من دون عنوان لماذا لماذا ترك الحديث من دون عنوان وقد عنون الاحاديث قبله وعنون الاحاديث بعده هذا الشرح هو اهم شرح وتفسير لصحيح البخاري وهم يقولون من ان الذي احيا صحيح البخاري واعطاه هذه القيمة هو هذا الكتاب علماء ما كذا يقولون فتح الباري هو اشهر شرح وتفسير لصحيح البخاري هذا هو الجزء الثالث عشر طبعة دار احياء التراث العربي بيروت لبنان فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني الشافعي كتاب مشهور والمؤلف أشهر من كتابه ابن حجر العسقلاني الشافعي بحسب بحسب الطبعة التي أشرت إليها وهي طبعة دار إحياء التراث العربي إنها الطبعة الرابعة الف وتسعمية وثمانية وثمانين ميلادي وأصل الطبعة هي للمطبعة البهية المصرية صفحة 179 باب من دون عنوان مثل ما فعل البخاري متن البخاري في أعلى الصفحة والشرح في أسفلها فمثل ما جاء في صحيح البخاري باب من دون عنوان حدثني محمد بن المثنى هو هذا الحديث يبدأ حدثني محمد بن المثنى قطعا البخاري أورد الحديث ولم يعلق عليه شيئا لا وضع عنوانا في البداية ولا أضاف كلاما في النهاية الشرح سيكون من قبل ابن حجر العسقلان يبدأ يبدأ بشرح الحديث في صفحة 179 صفحة 180 صفحة 181 وهي صفحات طويلة كبيرة صفحة صفحة 182 صفحة 183 يفترض بهذا المقدار الكبير من الكلام والشرح والتفسير والبيان ومن شخصية معروفة من علمائهم من ابن حجر العسقلاني وهو يشرح أهم كتاب عندهم يشرح صحيح البخاري في موضوع حساس جدا عن الاثنى عشر أميرا أنا لا استطيع أن أقرأ لكم كل كلامي ولكن أنتم عودوا إلي هذا الكتاب موجود متوفر في المكتبات العامة في المكتبات الخاصة في أسواق الكتب موجود على الشبكة العنكبوتية لقد شرق وغرب في كل الاتجاهات وفي جميع الاحتمالات ما هي الخلاصة التي توصل إليها سأخرأ عليكم في صفحة 182 وصل إلى هذه النتيجة وهو يذهب يمينا وشمالا في الحديث يعدد هؤلاء الاثنى عشر من هم ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي هؤلاء الأربعة بقي عندنا ثمانية من أين نأتي بهم صدقوني لم يذكر الحسن فيهم الإمام الحسن لم يذكره مع أنه كان خليفة بعد أمير المؤمنين لم يذكره لم يذكر الإمام الحسن وإنما ذهب إلى من ذهب إلى يزيد ومعاوية وبعد ذلك قفز من معاوية ويزيد إلى عبد الملك ابن مروان وذكر أولاده الأربعة إلى أن قال إلى أن قال والثاني عشر الثاني عشر من هؤلاء الأمراء هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام هشام ابن عبد الملك فولي صار خليفة نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر في أحاديث أخرى موجودة في صحيح مسلم من أن أمر الناس على خير إلى الثاني عشر فهذا هو الثاني عشر هو لم يأخذ الأمور بالتسلسل المفروض بعد علي الحسن وبعد الحسن معاوية وبعد معاوية يزيد وبعد يزيد معاوية ابن يزيد وبعده مروان ابن الحكة وبعد مروان عبد الملك عبد الملك ابن مروان وبعده يأتي أولاده وكذلك عمر بن عبد العزيز كان بين أولاده لم يكن من أولاد عبد الملك إنما قصدت من أن خلافته كانت بين خلافة أولاد عبد الملك هو هكذا قال من أن الأساس في اختيارهم أن الأمة اجتمعت عليهم وهل اجتمعت الأمة على يزيد أقرأ عليكم إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل بن الزبير ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين والثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك قطعا هذا على حساب وعلى حساب آخر هم ذكروا يزيد وذكروا معاوية هناك عدة احتمالات هذا اهتمال من الاحتمالات والثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك هذا من الامة الاثني عشر وهو الثاني عشر انا لا اريد ان اطيل عليكم ساقرأ عليكم من مروج الذهب والمسعود من المخالفين يقال من انه استشع في اخر عمره لكنه حين الف مروج الذهب كان من المخالفين لم يكن شيعيا وانما استشع في اخر امره هذه الطبعة طبعة دار الفكر بيروت لبنان 2005 ميلادي هذا هو الجزء الثالث تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام المسعودي توفي سنة 346 للهجرة صفحة 224 ينقل بسنده عن احد سماري الوليد ابن يزيد هذا الامام الثاني عشر الذي تحدث عنه العسقلاني من انه هو الثاني عشر احد الذين كانوا يسامرون الوليد ابن يزيد هذا يقول كنت سميرا للوليد ابن يزيد فرأيت ابن عائشة القرشي هذا مغن معروف وامه فاجرة معروفة فرأيت ابن عائشة القرشي عنده وقد قال له غنني الوليد يقول لابن عائشة غنني فغناه غناه ابياتا اني رأيت صبيحة النحر حورا نفينا عزيمة صبر الى اخر الابيات فقال له الوليد يقول لهذا المغني احسنت والله يا امير وابن عائشة هذا كان ماجنا فاسدا معروفا الى ابعدي حدود المجون والاحماط كان ماجنا محمضا فاسدا معروفا على اي حال فقال له الوليد احسنت والله يا اميري هذا امير المؤمنين يقول لهذا الماجن المحمض احسنت والله يا اميري اعد بحق عبد شمس بدأ يعدد اجداده اعد بحق عبد شمس فاعاد فقال احسنت والله بحق امية اعد فاعاد اعاد الغناء فجعل يتخطى من اب الى اب ويأمره بالاعادة حتى بلغ نفسه فقال اعد بحياتي فاعاد فقام الى ابن عائشة من الخليفة امير المؤمنين الوليد ابن يزيد هذا الامام الثاني عشر فقام الى ابن عائشة ويبدو ان ابن عائشة كان عاريا من خلال التفاصيل التي ستأتي فقام الى ابن عائشة فاكب عليه ولم يبقي عضوا من اعضائه الا قبله هذا يعني انه كان عاريا ولم يبقي عضوا من اعضائه الا قبله بحسب الكتاب ناقل الكفر ليس بكافر واهوى الى ايره يقبله اهوى الى اير ابن عائشة المغني امير المؤمنين الثاني عشر واهوى الى ايره يقبله فجعل ابن عائشة يضم ذكره بين فخذيه حتى ما لابس الباس الباس ما لابس عريان كان يغني ماذا كانوا يفعلون في هذا المجلس هذا مجلس امير المؤمنين الامام ثاني عشر متأكم ومددين على هطاعت الحظ وذول سرابيت النجف يرخضون وراء ذوله ما هذا هو امام الشافعية ابن حجر العسقلاني هذا من كبار ائمة الشافعية وذول يرخضون وراه فقام الى ابن عائشة فاكب عليه ولم يبق عضوا من اعضائه الا قبله واهوى الى ايره يقبله فجعل ابن عائشة يضم ذكره بين فخذيه فقال الوليد والله لازلت حتى اقبله لابد ان اقبل ذكره فابرأه فابرأه يعني اقسم عليه الاقسام الغليظة ابرأه مثلا ان يقول من انني بريء من ديني حتى اقبل ذكرك فابرأه فاستجاب له فابرأه فاستجاب له فقبل رأسه يعني ان امير المؤمنين قبل رأس ذكره رأس ذكر ابن عائشة وقال بعد ان قبل رأس ذكر ابن عائشة امير المؤمنين وقال واطرباه واطرباه ونزع ثيابه فالقاها على ابن عائشة هذا يعني ان ابن عائشة كان عاريا ويغني وماذا كانوا يفعلون به لا ادل ونزع ثيابه فالقاها على ابن عائشة وبقي مجردا بقي عاريا الخليفة الى ان اتوه بثياب غيرها ودعا له بألف دينار فدفعت اليه وحمله على بغلة له على بغلة خاصة كانت للخليفة ادخلوها الى القصر وقال اركبها على بساطي من هنا من عندي عرشي اركبها على بساطي وانصرف فقد تركتني على احر من جمر الغضاء قطعا مفاسده كثيرة انا لا استطيع ان اقرأ كل جيء عليكم لكنها منقبة من مناقب بني امي ومنقبة من مناقب هذا الامام الثاني عشر بحسب هؤلاء الشوافع من طيح الله حظ الشيعائي والله طيح الله حظ هذا في صفحة 182 والثاني عشر يعني الاميرة الثاني عشر الامام الثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك أنفسنا ذول أنفسنا شاعدنا غيره ذول هم أنفسنا صفحة 183 لازلت اقرأ من كتابي امام الشوافع ابن حجر العسقلاني يقول هذه الخلاصة التي وصل اليها فالأولا فالأولى أن يحمل قوله قول النبي يكون بعدي اثنى عشر خليفة على حقيقة البعدية يعني بتسلسل بشكل مباشر فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكا أخرجهما والباقون اثنى عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم وكانت وفات عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومئة وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون فهؤلاء الأئمة الاثنى عشر هؤلاء أنا لا أريد أن أناقش أبدا ولا أريد أن أحتج على أحد ولا شأن لي به هذه هذه عقائد هذه عقائد السقيفة بني ساعد هذه عقائد الشوافع هذا ابن حجر العسقلاني إمام من أئمة الشوافع هذه عقائد هم أحرار بعقائدهم لست محتجا عليهم لست مناقشا لهم إنما أريد أن أضع الحقائق بين أيديكم يا أيها الشيعة نذهب إلى فاصل شكرا